ارتفاع تكاليف الانتاج وخصوصا ارتفاع تكلفة الكهرباء كانت سببا رئيسيا انخفاض كميات الانتاج الصناعي بنسبة تزيد عن 6% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2017 تفاصيل اكثر في التقرير التالي الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي خلال 2018 وصل الى 91 نقطة تقريبا مقابل 97 نقطة خلال عام 2017 لتنخفض بذلك كميات الانتاج الصناعي 6% من ابرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الانخفاض مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 6 نقاط والتي تشكل اهميتها النسبية 86% كما يساعد في هذا الانخفاض تراجع انتاج الكهرباء بمقدار 3 بالعشرة نقطة مئوية والتي تشكل اهميتها النسبية 6% مدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي بينا لقناة المملكة ان انخفاض الصناعات التحويلية يعود بالدرجة الاولى الى ارتفاع تكليف الكهرباء والتي تؤدي الى تراجع كميات استهلاك الصناعيين لها وبالتالي انخفاض الانتاج الكهربائي كان السبب لانخفاض حقيقة احد اهم الاسباب هي الاتفاع كلها في الانتاج منها الكهرباء والطاقة طبعا بديعود للماضي احنا بال2006 عملنا دراسة وجددناها بال2017 مع عدد من الخبراء وبيّنوا انه كل ارتفاع 10% اسعار الكهرباء او الطاقة معاتهم مقابلها انخفاض 2% بمقدار الانتاج الصناعي الا الانتاج الصناعي جزء منه ايضا الكهرباء للسبب انخفاض انتاج الكهرباء زي ما شفنا اللي هو انخفاض الطلب ما بين ارتفاع التكاليف واغلاق الاسواق الاقليمية والعالمية تراجعت كميات الانتاج الوطني خلال العام الماضي لتصل الى ادنى مستوياتها منذ سنوات على الرغم من تراجع كميات الانتاج الصناعي العام الماضي الا ان تفاؤلا حذرا يخيم على القطاع مع توقعات بافاق اقتصادية جديدة في ظل فتح المعابر الحدودية وفرص الوصول الى اسواق جديدة مين نمر المملكة عمان